والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي الحجر ألم ترك ففعل ربك بعاد إغم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثعود الذين جاروا الصحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب علي ربك سوط عذاب إن ربك لبه المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتنفع الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعرف عذابا أحد ولا يوفق وثاقه أحد يا أية أن نفس المقوين ارجع إلى ربك راضية وراضية فادخلي في عبادي وادخلي جدي اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليقضى أرأى مستقنا إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفع من ناصية ناصية كاذبة خاطئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر